اشتركوا في القناة صاير استخدموا اكتر من جوجل حتى صاير اعتمادي على ردد اكتر من اعتمادي على جوجل حتى انا الفترة الماضية عملت حساب عليه ما منطقي جنان اللي فيه يعني فعلا كل شيء ممكن تتخيله براسك وما ممكن تتخيله ويكون مجمع علي بتحس جوجل هو عبارة على محادثة من طرف واحد بينما ردد انه محادثة من طرفين انه عم برد عليك عن جهد اكتر من انه اللي ما بيعرفه ردد هو الصفحة الرئيسية للانترنت وكلا عادة اخترت كم سؤال من الاسئلة الاكتر شعبية على هذا الموقع في منهم اسئلة طريفة وفي منهم اسئلة كتير جدية وبدأ تفكير ورح نحاول نجاوب عليهم واكيد مثل كالحلقة رح يكون في فقرة الباتريون اللي بناخد فيها اسئلة الاشخاص اللي عم يدعمونا على الباتريون ونجاوب عنا وهذا الاسبوع كتير مميز لان في عنا شخص جديد قرر انه يدعمنا على الباتريون ونحن كتير بقدرلك هذا الشي خلدون فشكرا كتير اليك شكرا كتير يا خلدون جاهز إبراهيم أنا جاهز طيب السؤال الأول شو في كتاب أو فيلم أو لعبة قادر دائما يخليك تحس بشعور أحسن في حال كنت من داعي يعني انه قلة تدخل اللعبة يعني طبعا لازم تدخل عفكرة أغلب الأجوبة لقدام في يون شيء العلاقة بالألعاب طبعا ما انت أصلا مختارون عكيفك يعني طيب رح جاوبها في أنا بالنسبة لي يعني هنه ثلاث أشخاص الثلاث أشخاص لأنا أعتبرون أربعة يعني الأول هو مايكل ستيفنس اللي هو عامل مؤسس شانل اسمه بذيسوز حاكينا عنا سابقا بالبودكاستات السابقة وأكيد نيل دي جراس تايسون هذا الزلما اكتشفت أنه يعمل بودكاست اسمه يمكن ستار توك فكتير هيك يعني بشعب على فضول الناس ما يتعلق بالكون وهي الأمور وأكيد الدحيح الدحيح يعني ولو أنه بعد ما وقف كتير فيه له يعني كتير فيه له مواضيع مناقشة كتير قوية وبالفترة الماضية يعني بدأ بتحكي بحوالي السنة الماضية إلى هلأ رفقتي فاطمة في كتير أشخاص سمعوا صوتها طلعا صدفناها مرة ضيفين معنا كتير بحب مع النقاش وبحس تنيناتنا هيك يعني فيك تقول مدعوسين من نفس الحذاء يعني يعرفت كيف وهيك يعني مدعوكين مع النقاش يعني يعرفت شلون بحس كتير ضروري أن يكون عندك حدا قدران يفكر بشكل مختلف عنك ببعض أحيان أو ممكن بشكل يشبهك كتير أحيانا أنا لما أخذ دور العقل هي بتكون عم تاخد دور العاطفة وبكتير أحيان بالعكس لما أكون أنا معاخد دور العاطفة هي أنه أنا صوت العقل فاطمة فاطمة قدرش كتير يعني كتير حلو ما في مننا فاطمة أنا رحت شوي هيك بطريقة مختلفة عنك يعني أنا بالنسبة إلي إذا كنت مدعي فالشي اللي انتبهت لحالي بالجاء له هو المألوف عمليا أنه لازم أرجع لشي أنا متأكد مية بالمية يعني أنا ممكن أخذ منه شي أو عرفان بالضبط شو ممكن أخذ منه يعني مثلا ما بتخير حالي بروح بحضر أو بسمع بودكاست جديدة أو بحضر حلقة جديدة حتى لو لشي أنا بعرفه وحابه يعني برجع لشي أنا متأكد منه مثلا سلسلة لوردوف درينجز يعني أنا بحضرها بالسنة شي ثلاث أربع مرات إذا مو أكتر حتى بس أنا بعرف أنه هالسلسلة لما أحضرها عرفان بالضبط شو المشاعر اللي رح أخذها فبحب هيك أرجع للمألوف يعني هشام على لحظة أنا كم ديقلك سلسلتها ريبوتر بس داكتور تستلمني بس يعني خلص السنة الماضية حضرها ثلاث مقرات يعني كفاها الله يعني وفي شغلة تانية ما بعرف كمان هاي كتير بحب أن أعملها في سلسلة علعب اسمه دارك سولز أو بلد بون هاي السلسلة أمعلم تبع أنه يعني تبع الألعاب الكتير كتير كتير صعبة يعني ممكن في كتير من الأشخاص أنه ما يقدروا حتى يطلعوا من التوتوريال تبعه من المرحلة التعليمية يعني فأنا هاي سلسلة كتير بحبه وكتير أنه يعني لعبانا بشكل لدرجة أنه وصلت للنصف أوكي ما بقول محترف بس أنه صرت كتير متمكن منها فأني أرجع وألعب شي من هاي اللعبة كتير كمان بيساعدني أنه هيك أتخلص من شعور إذا أنا متدايق بس هيك بظن مجرد فكرة أنه عم بعمل شي بسكيل عالي بقدرة عالية كمان هيك ما بعرف بيخليني أحس أنه بشعور أفضل يعني يعني ما بتقرأ كتاب ما بتزيد معلوماتك ما بتهي يعني مصائع ما أنا متداية ما أنا متداية أكيد ما رح يكون عندي خلق أنه يتعلم شي جديد أو هاي فهيك الرجوع للمالوف هو أكيد شي صح طيب اللي بعده إذا فيه شخص بتكرهه كتير أو ما بتحبه شو الصفة اللي بتقدرها فيه؟ فيه شخص بتكرهه كتير أو ما بتحبه؟ يعني يعني أنا يعني لدرجة أنه أنا ما يعني أنا بنسف الحدى اللي أنا بوصلني لمرحلة أني أكرهه بنسفه النسف من حياتي هلأ ما مرأ علي كتير شخص أنه كرهته أو يمكن فعلا مرة وأنا أنه ناسفه من حياتي لدرجة أنه أنا فعلا ما أنا متذكر وجوده بس إذا فعلا كان موجود عنده شي نيح حتى هذا شيء نيح بينطفى بنظري حتى لو كان عنده كل المهارات اللي أنا ناقصتني طبعا عضل مصاري يعني فأنا ما بتخيل أني أنا ممكن أرغب بشي مع بعض الفيك يمكن نفسي عزيزة بهذا الموضوع أنه يعني لا ما بدي شيء من حدا أنا بكرهه أو من حدا وصلني لأني أكرهه أوكي أنا أول حدا خطر عبالي أنت بس يعني مثل ما قلت يعني ما حسيت أني بدي أخذ منك شيء بس فيه شخص بس عن جد إذا فيه شخص أنا مو أنه بكرهه بس أنه ما يعني ما برتح له خلييني يقول ما وصلت لدرجة الكره ما بظنني بكره حدا بس أي فيه شخص أنه ما برتح له ما كتير أنه عم حسين شونه عدم الراحل يوصل لك ياها بس هيك بكل بسطة تعرف كيف هاد الإحساس طبعا أنه هاد الشخص أنا خير ما برتح له بس مجرد أنه ما بدي إياه يكون موجود حواليه أنه خلص روح أنت الله يوفعك بحياتك بس أنه لا تكون حواليه أي فيه هذا الشخص اللي كان مقرب بوقت من الأوقات بس بعدين أحب بحكي عن فالصفة عكلا الصفة اللي أنا بقدرها فيه وأنه أوكي بتلفت انتباهي فيه هو سرعة البديهة والقدرة أنه يعني بتعرف طبعا أنه يعني أنه القدرة أنه يطلع حاله من أي موقف بالكلام محنق يعني محتال محتال شو الشي اللي بترغب أنه الناس تتذكرك من خلاله طيب هلا كتير بحب أنه الناس تذكرني أو أنه تذكر كيف أنا ببني بالآخرين أو الأحرى ببني بكل حدا مر بحياتي أو أنه تذكر كيف أنا بنات فيهم شيء ما أنا حدا لما يكون في حدا مقرد بحياتي كتير بحرص على أنه ما أهدم فيه أي بزرة قد ما كانت صغيرة وكتير كنت شوف أنه هي البزرة هي بزرة خير وكتير قابلة أنه تكبر وتصير شيء مؤثر وفعال بهذا العالم القذيري يعني فدرجت أنه هجام مدخل قديش فيه إشياء أنا أدركتها يمكن سواء بمجتمعنا أو سواء أهلنا عرفت كيف طفوة فينا عرفت كيف أهلنا يمكن لأنه يحبونا زيادة أو يخافوا علينا ويقرروا أنه يعرفوا ويعيشوا حياتنا أكتر مننا حتى ويمكن المجتمع هيك هيك وجودك بمكان يهدم كل طاقتك كل إمكانياتك أو بمكان غير مستقر سياسيا هذا بحيث زادوا كيفية أنه يهدمك فالشيء اللي بحب أنه الناس تذكرني فيه أنه أنا من بين كل هالفوضى أنا كنت أدران أني يلاقي هالبزرة هي وإسئية وطلع خليها تنبت يعني كنت نبتها في فكرة حلوة أنه الناس تنسى شو حكيت وبتنسى شو تصرفت بس ما بتنسى كيف خليتهم يحسوا والله يا هشام صرنا بزمان صرنا بزمان حتى الناس عم تنسى كيف كيف خليتهم يحسوا وكيف فيقتهم وكيف عيشتهم وكيف بنات فيهم فبتمنى هذا الشيء أنه يظل محفوظ ما بظن بينسوا على قدمة أنه ما بيكون حاضر بمخهم بس بظن بيجي الوقت يعني أنه آه أوكي بتعرف شو؟ شو بيفرق هذا الموضوع عن النكران؟ معلم لا في فرق يعني النكران تبع أنه أنا عرفان بالضبط أنت شو عملت بس أنا مني مقدره أما مو حاضر بدماغهم تبع أنت موجود بحياتهم فأنه وجودك يعني مثل مثلا أنه أنت شي تعودت عليه أنا متأكد أنه أنت هلأ مثلا بالغربة أوكي لما كنت موجود هون مع عائلتك مع والدتك هل أنت بصراحة هل كنت تقدر وجود والدتك بحياتك على قدمة أنت مقدره هلأ بحكم أنه هي بعيدة عنك؟ إيجام طبعا يعني هلأ بحكم أنه بحكم أنه أنا عشت معظم وقتي وطفولتي وكبرتي وكبرتي يعني كبرتي أو أنه كبرت بجو أنه قريب أنا بجو أنه أنا قريب من والدتي فأنه لا بالعكس أنا ضليتني أنه أنا ضليتني أنا حدا ما بنكر وحتى مع كتير رفقات أنا حدا ما بنكر أي لفتة ما عم تقل لك تنكر ما عم تقل لك تنكر بس مع والدتك يعني كم مرة كنت مثلا يعني هلأ مثلا ما بتقل لها والدتك أنك مشتعله ومشتعله وتحبه وإلى آخره بحكم أنه بعيد عنه هل كنت تقل لها هيك أو أنه كنت تتصرف هيك لما كانت موجودة بحياتك كل يوم؟ لا أنه ما كانت مقصودة مني تماما هذا المقصود هذا قصدي أنه ما كانت ما كنت عم تنكر أنت قديش أنك بس أنه ببساطة أنه وجودها بحياتك بيخليك أنه هاي فبظن هاي الفرق بين أنه كران وأنه الموضوع حاضر هلأ أنا بالنسبة لي بظن الموضوع كتير يعني أنه كتير مبالغ بتقديره طبعا أنه legacy تبعي وتأثيري وكذا وإلى آخره يعني ما بحس أنه بدي أضيف هذا الشيء على قائمة الأمور اللي أنا أصلا شغل بالي ومنا مريحتني عرفت علي كيف فإذا بدي أصير فكر بهذا الموضوع أنه أنا شو الأثر اللي بدي أتركه يعني أنا عم حاول أن يمشي بحياتي هلأ إذا صار هذا الشيء فكتير منيح ما صار يعني ما أنا أصلا رح كون ميت يعني شو رح يهمني إيه هلأ هلأ كمان يعني كمان مو هو الشي اللي أنه يعني اللي أنا عم اشغل وقتي وطاقتي فيه لا بس أنه يعني أنا جوابت عصو أنه شو بتتمنى أنه الناس تتذكرك من خلاله يمكن أنا هكي أنه أنه أنا فهمت السؤال بهي الطريقة أنه بكون بكون مبسوط إذا هو بكون مبسوطه أنا ميت بكون مبسوط إذا العالم إذا العالم تذكرت أنه أوكي في حدا كان اسم إبراهيم غير فيني واحد اثنين ثلاثة قديش هذا شيء جميل بس تقرر وتموت إبراهيم أنا رح أحزه في صوتك من كل البودكاستات طبعا أنه هيك وقت إنت عم تحكي وقت إنت عم تحكي بصير هكي بتلع صوت واسم عفكرة ما فيك تخيل لو هيك عن جد أنه بس الواحد يموت كل شيء تاركه وراه بصير أنه بيختفي طبعا أنه بصير هيك مكانه فراغ أو صندق أو شيء وأنه هيك تلقائيا يعني بس بقية حان ما فيك لأنه الناس اللي بتحبني يعني على البودكاست اللي عم تسمعنا فيه يعني كتير كتير كتار ويعني موجودين لدون الأشخاص يمكن يمكن تبطل أنه تسمع البودكاست إذا أنا ما أنا موجود يعني فخد باك أب من صوتي أحسن يعني ما فيه داعي ما فيه داعي نستنرى تموت أنه فينا نعم البودكاست بدون أن تكون انت موجود ونشوفي قداش رح يجعلها ما فيه مشكلة بس على الحالتين بدك تنظفها للبودكاست وتضبط الصوت وأي الأزاث يعني شايف طيب شو فيه شيء غير مهم بس عندك مشاعر كتير قوية تجاهه مشاعر يعني إذا فينا نغير كلمة مشاعر خلنا نقول أنه أنا بتطلع فيه بأهمية أو أنه بحسه مهم يعني كتير بحس الثقافة الجنسية ما عم أقول والله أنه كيف منمارس الثقافة الجنسية لأنه هذا الحقيقة اللي ناس تعرفوا أكيد بس كتير ناس كتير ناس المقنعة خلينا نقول أو بالأحرام معظم الناس اللي هي اللي حطها هي الأقنعة اللي بتعتبره شيء غير أخلاقي بتتخبى ورأس بعطها تجاهه ما نعلم يعني هذا النوع من الوعي الوعي الجنسي خلينا نقول مهشة ما بتخيل قديش أنا سمعان قصص لدرجة أنه كفيل أنه يبني بيوت أو يهدمه كتير عنا بيعتبرون هو شيء اللي تأداب ولي تزوء وأنه هذا أهمال وتربية ويه وكذا وعيب ويه لازم نحنا ما نعرف فيه أو نخلي حدا يعرف أنه نحنا ما نعرف فيه السبب اللي خلاني أقول هذا الشي لأنه لما مجتمع كامل أنت عم تحكي على الوطن العربي أنت عم تحكي على هاي البيئة نحنا عادين فيه لما مجتمع ما بيكون هاجسه أو بالأحرق لما المجتمع بيكون هاجسه الوحيد والأوحد والجزء الأكبر من طاقته وأهدافه وشغله وكذا موجه لا يروح لا يحقق هذا الهدف اللي هو أنه يصير يحقق له أنه يعمل جنس مثلا بدون ما يتعرض لنقد أو كذا هشام ما بتخيل قديش لمجتمع قادر أنه ينضج ويركز على الأمور الثانية لما يكون في عنا هذا النوع من الوعي أو هذا النوع من الثقافة اللي هي الثقافة الجنسية وحتى هشام ما بتخيل إذا تعمقنا شوي فيها يعني بهذا الموضوع كتير فيه أمراض اجتماعية وهيك ظواهر اجتماعية نحنا عم نشوفها سواء تحرش سواء يعني كتير أمور إذا شوي منشوف أسبابها رح تلاقي فيه إلى خيط أو حبل كبير متعلق فيها بسبب قلة الوعي الجنسي فأنا بشوف أنه كتير وبظن كمان يعني يعني عدم الحديث بالموضوع واعتباره شي على أنه هو يعني من المحرمات أنك تحكي فيه أو أنه شيء من محرمات أنك تفهم عنه يعني هي بيخليهك شوي أسوأ عرفت على كيف بيخليه الموضوع أسوأ عند الناس أنه بيضل شغل باله أكتر بكتير من أنه لو كان أنت عم تتعامل معه لأنه شيء عادي وهو علم وانت لازم هاي أصاص أنه أي حدا لازم يكون بيعرفها وفي كتير أشخاص سواء شباب أو بنات كتير يعني بيوصلوا لعمر أنه بالعشرينات والآخر وفي كتير أمور جهلين فيه أو أنه بينصدموا أنه إذا ما يعرفوه عرفت عليك فهذا أكيد ومن مش صاح مشطوه هشام أنت هون يعني هون يعني عم ينخلق شيء اسمه كبت ما عم أحكي يلا روح عمول جنس بالشوارع يعني ما هيك بس أنه لما أنت عم تحارب مشكلة تماما يعني طبعا في حالة نسمع كلامنا وتأول بطريقة تانية يعني نحنا يعني طبعا أنه بدل ما نحل مشكلة نحنا عم نخلق مشكلة جديدة أسوأ نحنا عم نخلق كبت نحنا عم نخلق جهل نحنا عم نخلق قلة معرفة كذا 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 وقيس على هاي التراكمات تراكمات 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 يصير الواحد يكبر وممكن مثلا يشتغل ويحط طاقة وكذا وإلى آخر كرمان فقط يحقق شيء واحد والذي هو الجنس تماما وخصوصا كمان يعني الافتقار للثقافة الجنسية بيؤدي لكتير مفاهيم وأمور غلط يعني تذكرت تذكرت هلو نحنا عم نحكي تذكرت حلقة أكورتنج تيجم لما بيكون عند بنته الصغيرة هنا بالمدارس في أمريكا بيكون في عنده شيء اسمه ثقافة الجنسية فهو بيكون ما بده أنه بنته تتعلم فبتجي مرة بتقول له أنه عفكرة إذا ما تعلمت الطريقة الصح بالطريقة الصح وبالأسلوب الصح ممكن شيء حدا يجي إلا معلومة خطأ وبتذكر هيك مثال أنه في حدا أي إلا أنه إذا مارست على شجرة فما رح ما ممكن تعمل فا بس بشكل عام أنه هذا شيء منه غير مهم يعني أنت ما بظن جوابك أنه هو أكيد معك أنا بالفكرة بس ما بظن جوابك صح أنه هو عم يقول السؤال شو في شيء غير مهم بس عندك مشاعر قوية تجاههم يعني مثلا جوابي المكتب على الواف أنا كتير عندي مشاعر قوية وبيدي حاول أن كل بودكاست احكي عن هذا الموضوع حتى كل اللي عم يسمعون يجربوه على الأقل مرة واحدة المكتب على الواف هو جدا شيء كتير مهم وعندي مشاعر كتير قوية تجاهه الشغلة الثانية واللي يعني هيك قلبي من جوا بيعصر سواء عندك أنت واللي ذكرني فيها من يومين ورفقتني رهف مو رهف خلاف رهف جاسب جابتلي لابتوبها وبصراحة يعني أنا بعد شوية رح زدت اللابتوب من الشباكين واللي هو وأنت كمان عندك هاي المشكلة اللي هو ترتيب بالملفات على الكمبيوتر وخاصة على سطح المكتب فشرت يا أتافي فشرت يا أتافي إبراهيم سطح المكتب يعني سطح مكتبك مرتب إنت سطح مكتبك مرتب إبراهيم في عندك مليون أص و أص على سطح المكتب صحيح أنا بحتاج سطحين مكتب بس هاي نتيجة لعجقة الأشغال وكتر البرابج اللي بستخدمها يعني هذا هو تعريف عدم الترتيب إبراهيم مع سطح المكتب لازم يكون فيه ثلاثة أيقونات وبس ثلاثة لحد الخمس هاي اسمها هاي اسمها فوضى منظمة هاي اسمها فوضى منظمة رجعنا رجعنا نفر خيو سطح المكتب لازم يكون ثلاثة لخمس أيقونات جهاز الكمبيوتر الملف الشخصي طبعا الـ user folder سلة المحذوفات والملفين طبعا أنه اختصار لأكتر ملفات أنت بتفتحهم فأنه بس يعني هاي لحد أكتر من هيك بصير فوضى فنبرح نيردات هذا ما تشغل النيردات هذا آه خاخ وعفكرك عصيرة النيردات إذا بدك بما أنه عم نحكي أنه بدي أجيب شي من الألعاب واحدة من الأمور يلي أنا أحيانا ممكن تخليني أنه هي شي كتير تافه بس ممكن يخليني أنه ما ألعب لعبة أو ما أستمتع فيها لهو أنت لعبان شي ألعاب first person لأشخاص ينام يسمعونها ما بيعرف الألعاب في شي اسمه منظور first person أو الشخص الأول طبع أنه أنت عم تلعب اللعبة كأنك أنت الشخص مو أنه شايف الشخصية قدامك يعني أنت بس شايف إيدين عملية عرفت عليه كيف فبهذا يعني مثل call of duty وهي الألعاب بهاي الألعاب معلم فيه أول أول شغلة بعملها أول ما ببلش اللعبة وممكن أحيانا عن جد يعني في ممكن أحيانا ما أكمل إذا مو موجودة اللي هي أنه بنزل بالكاملة الرتاحات حتى شوف الشخصية تبعي إذا إلي الرجلين ولا لا كتير كتير مهم وكمان شغلة إذا الشخصية ما إلي الرجلين إذا فتت على مي إنه مثلا على نهر أو بحر أو شي فهل المي بتعطي ردة الفعل المناسبة سواء لو وجود رجلين أو عندما وجود رجلين هيحدث طرطشة كبيرة أوي أوي تماما تماما فهي الأساس الغير مهمة اللي أنا عندي مشاعر كتير خوية تجاهها على سيرة على سيرة المكتب على الواقف أنت يا أخي يا الله كتير أنه عكس بعض أنت معلم تعمل المكتب على الواقف أنا معلم من كم يوم قلبت الستوديو تبعي الستوديو عربي تعرفش عن الستوديو عربي تخيل أنك قد تكون عم توزع وعم تكتب يعني عليك على الأرض هيك الفرشي على الأرض اللابتوب على طاولة الكيبورد جنبي على طاولة والمايك قدامي أنا تسميته استوديو عربي هشان ما بتخيل قديش لإنجاز حلو بهذه الطريقة يعني أنا حسي التركيزي صار أعلى لما أنا كنت عام أعمله على القاعد لما كنت عام قلت لك هيك لما قلت لكم عن المكتب الواقف أول مرة قلت لكم أنه بحس أن التركيز بيرتفع عندي صرتك مصخر علي ظلمناك ظلمناك أعتذر لي شو الشي اللي حالية مسبب لك توتر وشو بحاجة أنه يصير لحتى يروح التوتر أنت هالأسبوعين كل يوم عم بيصير معك إصاصفية توتر يعني 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 طيب هلأ يمكن هلأ يصديحكي رح كون شوي سوداوي بس عن جد يعني هاي أفضل مني يعني بأكبر حالات إيجابية ممكن تكون ضمن العجأ اللي هاي اللي هلأ ما أنا عمر فيه جوابي رح يكون هو اللي حالي اللي حالي مسبب لك توتر هو عدم الاستقرار والفوضى الاجتماعية معلني مجرد ما أنت كونك شاب مولود بهي البقعة عرفت كيف بيجي معك هيك كورس عبارة عن اللعنة هلوك البقعة السودان ولا سوريا ولا شو بغض النظر تركها بقلب الشاعر يعني بهي البقعة أوكي البقعة العربية خلينا نقول ماشي أنت بيجي معك فأنت مجرد ما أنك أنت كونك شاب مولود بهي البقعة بيجي معك عبارة عن كورس هيك لعنة تقتضي أنك أنت لازم تعطي 400% لتحصل على نتائج 50% من أي نشاط أنت بتعمله بحياتك فأنت هيك على الآن بدوامة اللاجدوى أنت فقط تعطي 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 باللحظة اللي بيكون في عندك فيها بارقة نتيجة يعني هيك لمعة نتيجة هيك طبعا أنه خليني أتنفس شوي في 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 شي رح يطلع لك أنه يعني يعني بابا نصحقته مبسط كثير لأنه رح يطلع لك شي يدمر لك كل شي أنت عامل كثير أحيانا نفكر بالهروب من كل شي هيك عمل سويتش أوف على كل شي يعني خلص أنا عن جد ما عبدي ما وعرف ليش هذا الشي حاس وممكن يريح ممكن يعطيك مجاة أنه تتنفس ترتب أمورك بس حتى لما رح تفكر تهرب يعني ما رح فيك تهرب يعني رح يكون الموضوع بيأثر على أنك أنت قديش رح تكون قادر تسيرفايف لما تفكر بالهروب لأنه حتى هروبك مرتبط بأمور تانية هي تتعلق بنجاتك بالحياة يعني بنجاتك بظروفك هي اللعنة وهي الظروف كتير بتخليك ترضى بإشياء أنت ما كنت ترضى فيها من قبل وتنزل كتير كتير إشياء بحياتك لمستوى دون المعايير اللي أنت بدك إياها حتى على مستوى الإنتاج على مستوى المسيئة على مستوى الشغل على مستوى أنه أنا تسأل أوكي لأمتى 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 وأنه أنا لازم لازم شد لازم أعطي لازم كذا فأنا بتخيل جواب على الشقة الثانية شو بحاجة لا يروح هذا التوتر السفر ثم السفر ثم السفر يا رجل حتى لدرجة أنه أي خطوة نجاح بأي شي صار عم يخوفني لما أنت بتتعود أنه أنت بكل نجاح في ناطرك هيك يعني ناطرك ناطرك بدي أقول خازوق بس أنه ناطرك ما في ما في كلمة تشذب أكتر من هيك يعني فتوصل لمرحلة أنه أنت بتصيب تخاف أنه أنت تنجز أو تعطي لأنه أوكي يلا شو المشكلة القادمة رح تجيني وينها هيك بتصير متوتر أنا أوكي وينها أوكي أنا بنترع شوي أو أنه مثلا إذا أنت ملاحظ أنه كل شي يمشي بشكل جامل فاستنى بس شوي بس بس عطيه شوية وقت المشكلة رح تطلع لك تمام تمام مية بالمية مية بالمية فكرة جوابي هو حرفيا نفس جوابك وخصوصا فكرة أنه يعني الجهد والوقت اللي نحن اللي عم يكون مضطر أنه نعطيه يعني منه متضبط متقارن مع النتائج اللي عم نحصل عليها عرفت عليه كيف ومو قصد ومنه موضوع يعني ومنه موضوع أنه قصد أنه أوكي بحاجة أنك تعطي الموضوع وقت لحتى أنه لا لا بس مجرة فكرة أنه العراقي اللي قدامك لحتى أنك تضطر أنك تنطف وقت وتلعب عليها لحتى أنك تقدر تعمل الشي اللي غيرك عم يعمله عمليا هو اللي عم يأخذ يعني أبسط مثال البودكاست تتخير قديش الوقت والجهدي اللي تطرينا أنه نحطه بسكر مال بسكر مال أنه تصير البودكاست على تطبيقات البودكاست مثل جوجل بودكاست وعبل بودكاست وهي الأسر ظل الموضوع تقريبا ثلاث أسابيع على شهر ونص هو ما بيأخذ خمس دعاية إبراهيم هذا غير عرقيل الكهرباء غير عرقيل النات غير عرقيل الاتصال تماما فإنه هذا السؤال شو في شي شو الشي المسببه توتر السؤال أصح شو الشي المو مسبب توتر بس على فكرة يعني قلت شغلي أنت بظن كل قاتل بحاجتها تبعا المهرب بس المهرب بطريقة مختلفة يعني أنا بس بالنسبة لي أنه يعني لش بحب الألعاب لأنه الألعاب هي الشي الوحيد أنا بقدر أني بهالساعتين عن جد لما بخلص بشغل البلايستيشن بحط السماعات بقدر حرفيا ما بعرف شو بالضبط بس أنه بالألعاب خلاص أفصل يعني بس لأمتى هشام رح يظل هالشي فعال خيو كتير فعال ليش لحتى ما يكون فعال يعني يعني هشام أنت ما بتخيل أنا كمية الأمور ما بتخيل أنا كمية الأمور اللي جربتها لأهرب وبشكله وبآخر صارت روتين صارت روتين بحد ذاتها صارت أنه أوكي أوكي أنه خلاص صارت يعني وبعدين يرجع عيدة مثلا يرجع عيدة مثلا هلأ شو يعني عيدة مثلا يعني مثلا ما بعرف إذا أنت الشي اللي عم تعمل وما فيه تجديد بس أنا مثلا لما بلعب هالساعتين أنه كل مرة بيكونوا ساعتين مختلفين كل مرة بيكونوا لعبة مختلفة كل مرة فدائما في شي جديد بس يعني الفكرة مو أنه يعني مو أنه تهرب منه الكرمال لأنه يكونوا بس ببساطة أنك أنت هاي ساعتين أنا عن جد ما عم فكر فيها مثل أنك تعيد شحن حالك أكتر من أنه هي كلمة ممكن للهرب كلمة شوي غريبة بس أنه هي بس مجرد أنه شي يساعدك أنك هيك تهدى شوي تعيد شحن نفسك تعرف أنك ترجع تركز لأنه طالما أنت عم تفكر بالموضوع يعني هاي الفكرة تبعا أنه انسى الموضوع شوي لا تفكر فيه بيجيك الجواب لحاله نوعا ما هيك يعني وحيان ما تكون بحاجة أنه يشير يساعدك أنك تبطل تفكر شو؟ تابعا شو شكل الهروب اللي عم تخيله هلأ الهروب اللي عم تخيله هيك تبعا أنه روح عمل كامبينج عرفت كيف هيك لمدة شهر زمان هيك بمكان بس أخضر المكان هيك برية يا أخي بغابة يعني بتخيل أنه رح قدر أتأقلم وبأقل فوضى من الفوضى اللي هلأ عم تكون باقي اللي هلأ عم تتعرض له فأنا هذا شكل الهروب اللي بتخيله بتخيله الهروب الصحي كيف؟ أوكي بس شهر كتير بظن ما رح تحتاج شارع لا تخاف ما نسجل بودكاستات منيحة مشان ما أعطعك لا تخاف إذا هيك منيح لك روح طيب السؤالي بعض كرمان ما تجري تحاول تفاوضني عن موضوع خليها 15 يوم مو 15 يوم خليها خمسة أيام أو ستة أيام حيث أنه باليوم السابع تشتغل لنا البودكاست طيب السؤالي بعده كتير له علاقة بهذا السؤال بظن شو في شي بترغب فيه كتير بس ما فيك تحصل عليه هلأ بصراحة ما فيه يعني شوف اليوم بيوجود الإنترنت وبيوجود أنت مهارة البحث عندك وبوجود الطموح العالي وكل شيء ويلا هاي يعني هاي الأمور اللي أنت فيك تحصل عليها أنا بالنسبة لي أدران وصل له بصراحة حاليا أنا ما محتاج شيء أكتر من المال الكثير والكثير من المال يمكن بلادنا ما عودتنا أنه نحصل على مال كتير لأنه لأنه مجتمعاتنا عبارة عن مجتمعات تععيبة ذو عقلية أبعد ما يمكن عن أنه كيف تستسمير كيف كذا عرفت كيف الراحة المالية ما بتخيل قديش الناس يعني يعني أو الفكرة أنه يعني الشيء اللي بديه أنه راحة مالية هشان ما بتخيل قديش الناس بتقول أنه المصاري هي وسخ الدنيا ويلا وأنه حياتك ويلا وأنه هيك حبيب أنت بس ببساطة المصاري ما أنا وسخ الدنيا مثل الشيء أنت كاتبوا بالكتاب المال ليس أصل كل الشروب أنت بس ببساطة ما أنا قعرفان وين عم تصرف هذا المال لحتى تعرف تشتري هذا النوع النريضة يعني فأي أنا حاليا محتاج أكتر شيء مال أخي أنا حضا طماعة كتير يعني حسن مجبتك مصاري حكيني طالما مجبتك مصاري حكيني أو صراحة بدي كتير وأنا بخاف فإلا قد يبدي يعني لا بالعكس حكيلي حكيلي لأنه أنا كمان بدي فبلك بالله يا حدا يعطيني أوكي نعم إتلحالي يا شام نعم رأي يعطيني حل أنا هي نلاحظة إتلحالي لو بعد البودكاست أحكييك يعني أوكي أوكي طيب أوكي أنا بالنسبة لي بظن بدي القدرة أني يكون يعني أقدر أني يتعلم أي شيء بديه بدون وقت وجهد طبعا أنه أي مهارة أنا بديها بس بقول أنه أوكي طبعا هاي المهارة بتصير عندي موضوع إبرة يعني إبرة مهارات يعني تاخد لك إبرة هيك بالوريد آه خايف أن التفاوض بتعرف أحيانا اليوتيوب هيك بيقترح عليك شغلات فواحد من الفيديوهات يلي شفته ولي هيك عجبني العلوان طبعا وما قدرت أني ما بفوت عليه فلت عليه الفيديو من خمس دقائية عم بي ما بعرفش الكلمة الصح أنه بس عم بي عم يفضحوا السكامرز طبعا الانترنت في كتير هيك سكام طبعا انترنت طبعا أنه مثلا بينزلوا يعني اللي شفته وعفكرة الفيديو بيكون خمس دقائية بس فيه يعني مستوى التوتر وتشويق أكتر من أفلام التشويق بعطي بعطي هيك شي حسنا لسه ما اسم القناة مو بالي بس بحط الرابط بالوصف معلمك فضيئ فضيئ في واحد من الفيديوهات طبعا أنه بيكون عم يستدرج السكامر هلأ هنا شو بيعمل السكامرز عمليا لأني ديسك مثل برنامج لأني ديسك اللي كنا عم نشتغل عليه قبل شوي أنه هو برنامج بيتحكم فهنا شو بيعملو بيعملو مواقع وهمية هاي الموقع أنه بتعرف كيف أحيانا مثلا ما تفوتنت على موقع بياخدك على باباب لموقع تاني أو شي مثل علىنا فالباباب اللي بيطلع هو يعني بيخدك على موقع بيعطيك هيك رسالة أنه أحذر كمبيوترك في خطر وكذا وإلى آخره وطبعا تكون الرسالة على أساس من مايكروسوفت وأنه كمبيوترك تماما كمبيوترك مع الرضى الخطر اتصل فينا نحنا مايكروسوفت وهل معنا فالشخص بيتصل فهنا بيقولوله أنه أكي لازم نحنا حتى نعرف شو المشكلة بدنا نزل عندك برنامج بيخليني أنا أتحكم بالكمبيوتر فهنا بيخلوا الشخص ينزلوا هون عمليا هنا شو بيعملوا بيسرقوا معلومات البيبل والكريدت كارد أو أو إلى آخر بيعملوا 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 بحجة أنه هنا بنزلوله برنامج بيحميه من من الهكر والكذا والآخر فاللي شفته عمليا الفيديو اللي شفته هاد مع المعلم زالما شو بيعمل 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 حاله على أنه ضحية من الضحايا تمام بيعمل حاله على أنه هو ضحية من الضحايا وبيخلي وعمل هيك كمبيوتر وهمي عمليا بيخلي الهاكر أو السكامر عمليا أنه يتصل بالكمبيوتر وباللحظة اللي بيتصل فيه بالكمبيوتر بياخد هو معلوماته وهو بيفوت على الكمبيوتر تبع السكامر يا ويلي ومعلم وبيعمل لك فيهم قصص بيعمل لك فيهم قصص بشكل مطبعي سواء بيحمل الملفات تبع الاسكامير بيحملهم عنده بيحزف له كل الملفات أو أحيانا بيجيب يعني أحيانا في منهم بيكونوا حاطين صورهم أو في منهم بيكونوا حاطين معلوماتهم الشخصية على الكمبيوتر والآخرين في شغلة كتير هيك يعني أنت بتتوتر هو عم يعملها أنه مثلا بيجيب طبعا أكيد الاسكامير بيستخدمه اسم مستعار يعني مو اسمه الحقيقي عمليا فهو بيكون عرفان اسمه فإنه بفجأة هيك لما بيبلش يقول له حاكي بي اسمه الحقيقي وتشوف الصدمة اللي على عوش الاسكامير عمليا أو حتى لما يقول له مثلا أنا بأمريكا وهو مثلا بيكون بالهند بيقول له لا أنت منك أنت بالهند وأنت كذا وكذا 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 يا إلهي فضيع فضيع فهي مهارة يعني أنا مستحيل أن يتعلم يعني مستحيل أن يقعد ويتعلم بس أنه ما عندي الخلق لإله وما عندي جرد لإله بس أنه يعني أكيد يتمنى لو أنه بقدر وخلاص عارف بالضبط هيا اللي بعضهم قال إذا بتقدر تكون أي مخلوق أسطوري شو بتختاره ليش رجعنا هاتشوف أنت أقول أول شغلة خطرة عبالي أنه تنين أي لعبة أنا مهووس جايك على لعبة بس التنين هي منح حكر على الألعاب بس أي يعني التنين هي مخلوقات جدا جدا أنت بتحب تكون تنين يعني إذا صح لك بتقول له يعني لا أنا بصراحة أنا يعني ما كتير رحكون مشرور بأنه تكون بياض تنين بياض يعني ببيض بيضة عرفت كيف إذا أنت كتير مشرور بهذا شو دخل إذا أنت كتير مشرور بهذا الشي أخي أنا بس ما برتاح بل كنت تنين ذكر مثلا موك تنين أنت بيقضد نظار يعني طيب هلأ في شي تاني مثلا الفينيكس كمان يعني خطر أبالي الفينيكس هذ المخلوق اللي هو كمان بيضي طيب مخلوق الثالث اللي ما ببيض عمليا هو شي اسمه الأميكدالا سمعان بالأميكدالا أميكدالا أنا بعف إنه هي اللوزة أو اللي هي الغدن وخامية يمكن هلأ إيه إلى شي هيك بس لا يعني هي هو مخلوق عمليا من لعبة هو مخلوق من لعبة معلم بس هذ المخلوق بيكون خفي ما بتقدر أنك تشوفه إلا إذا كان عندك درجة وعي وزكاء معين عرفت عليه كيف وقدران أنك تشوف يعني على مستوى أبعد من المستوى اللي بيشوفه يا إلهي العمل ما تعرف أنه شو بدي يقول شو كنت رح تشوفه شو رح لي والله يا الله لا وفيه له ميزة محددة هات الأميجدالة أنه بيقدر أنه ينقل الوعي تبعك من مكان لمكان تاني عرفت عليه كيف ومن بعض لبعض تاني فكتير هي كمان الأميجدالة كتير شي زال هات لأشوف أنت شوفه بتحبطه يعني هو أنا هلأ هو أنا كنت حاطب ببالي أنه أنا كون كائن غير مرئي أو مخفي بس يعني بعد ما أسمعت أنه أنه اسمه أميجدالة وهيك يعني بطلت مع ابنتي كتير عبالي كتير عبالي كون كائن خماسي الأبعاد عندك فكرة شو يعني كائن خماسي الأبعاد؟ هات لأشوف طيب الكائن الأحادي الأبعاد هو عبارة عن كائن نقطة كائن ثنائي الأبعاد فيه له طول وأرض كان ثلاث الأبعاد اللي نحن كان dehзلاثية الأبعاد اللي قلنا طول وأرضو ارتفاع كان رباع الأبعاد هو طبعا البعض الرابع له هو الزمن بيقدر يشوف شو يعني بيقدر يتحرك بالبعض الرابع له هو الزمن الكائن الخماسي الأبعاد هون موضوع بسيطان كتير كان خماسي الأبعاد هو لما أنت مثلا تختار خيار معين لا لما أنت مثلا يعني مثلا لما أنت تختار خيار معين بنقطة من زمن ما بمكان ما عرفت كيف رح يصير في خط زمن جديد يعني مثلا أنت نفرض أنك أنت دخلت مثلا دخلت مثلا درست ماركتينج بدل هندسة طبية أو دخلت طب أو دخلت هندسة أو دخلت إلى آخره كل واحدة منهم في إلى مسار حياة جديد أو مسار يعني أحداث رح تصير الكائن الخماس الأبعاد هو حدا بيقدر يطلع على هاي الخيارات يلي أنت شو ممكن تختار أنه عند نقطة تحول أنه مسار عند نقطة تحول هاي لأين الأحداث رايحة؟ شايف التفرعات كلها عملية أيوة شايف التفرعات كلها على ما أذكر كائن السداسي الأبعاد هو بيقدر يكون بواحد من هدوله يعني بيقدر يختار يكون فيهم الخماس هو فقط بيقدر يشاهد أي منه كرمال ما كون أنا يعني أنا بس يعني كرمال ما كون حكيت كلام مو دقيق بس أنه فكرت أنه تكون كائن كائن فوق رباع الأبعاد يعني أنه بتقدر تطلع على الخيارات التانية هاي قوة عظيمة هل أشوف العلم بيقولك أنه قد يكون موجود ولكن نحن ما بنقدر نتواصل معه لأنه نحن كائنات ثلاثية الأبعاد كم مرة أنت قربت من نملة وقررت تتواصل معه قررت تفتح معه حديث ولا مرة صارت باعتباره كونه هيك يعني باعتبار كونه كائن متطور فهو ما رح يتواصل مع كائنات أقل تطور منه عرفت كيف لأنه ما في لأنه ما يعني نحن عقلنا ما بيقدر يدرك التواصل مع الكائنات اللي من أبعاد تانية لأنه نحن نعتبر أقل تطورا منه من حيث الأبعاد دي عرفت كيف فبتخيل يعني ممكن ممكن هو يكون قادر يتواصل معنا بس نحن ما ندرك بوجوده ممكن إحنا منسميه صدفة أو منسميه تسميه تسميات تانية حالو طيب إذا كنت جماد شو بتختاره تكونه ليش إذا كنت شغلة جماد شو بتختاره تكونه ليش معلم معلم رح كون أنا هلأ هلأ صار جوابي رح كون جواز صفر غير عربي يعني طيب شو بتستفيد رح تضل بالشنطة عطول يعني ما أنه أنت اللي رح ما بيغب نظر يعني على الأقل مفيد على الأقل مفيد على الأقل أنا عم قدم خدمة على الأقل أنا عم يندفع علي ولو مو رقم كبير بس أنه عم يكون في إليه اعتباري بدول تانية عم يكون إلى تفايدة طبعا معلم لو فكرت الموضوع أنا من فترة كنت عم ما نذكر شو كنت عم بعمل بس حراءة أصابي حراءة الإبهام تبعي معلم أنا إذا بديكون جماد بيختار كون إبهام ما بتتخيل قديش مفيد الإبهام طموحق عالي بصراحة طموحق عالي بصراحة عن جد يعني حراءة إبهامي ونتيجة لهذا الشيء ما عاد أعرف تعمل شيء أبدا معلم يعني الأمور العادية اللي بتعملها بدون ما تفكر فيها بس لمجرد أنه مو أصابي كلها الإبهام بس بس لمجرد أنه حراءة إبهامي ما عاد أقدرت أنه أنا أمسك شيء مثلا ما عاد أقدرت أنه يتحكم بالجويستاك ما عاد أقدرت أنه بالكنترولر ما عاد أقدرت أنه أكتب على اللابتوب يعني هيك عمليا تمام الإبهام أنت معك ما بتتخيل قديش مفيد وانت معنك ما عم تقدره يعني حلو في مرة كمان مايكل ستيفن هو يا الله ولا حدتاني عندك فكرة أنه أنت أصبع البينكي اللي هو الخنصر أنه أنت معظم قوة تشد بالإيد تبعك وقدرتك على التحكم بالأشياء هي بسبب البينكي جرب أنه أنت تشد إيدك وانت معسك البينكي تبعك نجرب هلأ نظام يجرب ويجرب شد ويتحس ما في قوة شد فأنه البينكي أنا بتخيل أقوى المرة جاي بحرق البينكي عملياً ويجرب رح يكون تأثير على حياتي نفس ما لما الحرع الأبهام قال إذا كان عندك آلة زمن شو بتفضل؟ أنك ترجع بالزمن لورا ولا تقدم لأدام وليش؟ لورا بصراحة يعني باختصار يعني برجع لورا بس لغير حدث واحد أنه سافر على بلد أجنبي لما كان السفر متاح وسهل ورخيص أنا كمان ما بقدم لأدام يعني بحس أنه التقديم لأدام رح يحرق كثير أمور بس طبعاً أنا بختار أني أرجع لورا بس مو أنه يعني موكر ما نغير شيء أنا أظن أني بحاجة أني غير شيء بحياتي بس برجع لورا كرمال استفاد من المعرفة اللي عندي إياها هلأ كرمال المكاسب الشخصية يعني مثلاً أنه خطر إيهك شيء على فكرة؟ لما كان البوتكوين مثلاً يعني هلأ ما بعرف إذا سمعان أنه البوتكوين والعملة الرقمية صارت أنه بالأربعين ألف دولار يعني ما بعرف هي الأصص فإنه إيه يعني مثلاً يستثمر لما كان حقه بالعشرة دولار ومئة دولار وهيكاً أو مثلاً تشتري ورقة اللي عناصيب اللي ربحت أو مثلاً يعني بشتري أسهم بشركة تسلا أول ما نزلت أو مثلاً بشيء شركة يعني هيك على فكرة في مسلسل في مسلسل بيحكي عن هذا الموضوع سموشتاينز جيت هو مسلسل يعني إذا كنت تحضره كتير لازم يكون في عندك معرفة بهي الأمور بس كتير بيناقش فكرة أنك أنت تتحكم بالزمن وتظلق محافظ على ذكرياتك الحالية وأنت عم ترجع أو عم تقدم بالزمن كتير مرعب كتير 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 مرعب على فكرة في شغلي هلأ ذكرت بأنك عم تقول أنه بغير موقف واحد بتعرف لما تكذب كذبة وهي الكذبة تبعاً أنه كذبة صغيرة بيغضى وإلى آخر هي بس بعدين تكبر تكبر وأنه تصير شيء ما عد تقدر أصلاً أنك تطلع منه أوكي أنا في كاذك هيك كذبة معلم وصار لشيء ثلاثة سنين الموضوع وبصراحة أنه ما عد فيه مجال لا غير اللي أنت بتعرفها غير اللي ببالك من شيء سنتين ثلاثة ممكن بال2018 في محل معجنات فتحها عنا بالحارة تمام؟ كتير ظريف الشاب اسمه بسام كتير ظريف وكتير حباب والآخر هي فمرة معلم إجيت كنت عم بشتري من عنده فأم إجا قال لي أهلا وسهلا أهلا أبيحيا تفضل فأنا إجيت بدي أقول له أنه مو أنا أبيحيا عمني تعرف أنه عفوا كأنك مقربة فيني أم باللحظة اللي أنا بدي أقول له ياها مد إيده هيك وضيفني أرص جبنة معلم فأنا يعني وقفت هون عند لحظة أنه هل شو هل أبيحيا هاي هل بصحح عملية بخسر الأرص مثلاً ولا أنه أنه حدا عم بضيفك أنه خلاص أنه كون أبيحيا واستفيد من هالموضوع وأكيد المرة الجاي لما راح يجي ما راح يتذكر عرفت علي كيف أو مثلا ممكن يكون خربط به يعني إلى آخر فأجيت لأه شكراً وما صححت عملية أستاذ الهلأ بضيفك جبنة؟ ومن يوم إلى هلأ من يوم إلى هلأ أنا عم بستفيد من أني أبيحيا لدرجة أنه يعني خلاص صار له ثلاثة سنين الموضوع يعني خلاص صرت أبيحيا كما روح أهلا وسهلا أبيحيا ومعلم أنه يعني يعني أحياناً بيكون مثلاً في عنده وزحمة ولا آخرين فأنه أبيحيا خلاص ولا يهمك أنه بيمرعني قبل العالم وحتى مثلاً لما أنه بدي أطلب أحياناً يعني صار كذا مرع أنه خلاص بدي أطلب أنه يبعث لنا أنه عند مين؟ أنه أبيحيا هلأ من فترة صاره الشيغيلة تبعه صاره الشيغيلة تبعه ينادولي كمان أبيحيا فيعني هلأ أنا عم بستفيد ما بعرف أبيحيا إذا كنت عم تسمعنا أو بسامن إذا كنت عم تسمعنا أنا عم بستفيد من اسمك وعم بأخذ لك فوال ومشكلة أنه يعني أنه وصل الموضوع إلى حد أنه خلاص ما عد فيني صحة أحلى يعني بنتخيل ثلاث سنين هو عم بناديل أبيحيا أنا ما عد فيني صحة أحلى يعني عادي أنا بزماناتي زماناتي هيك واحد سماني عبود يا أخي أنا اسمي إبراهيم قال لي لا أخي أنا أحب بسملك عبود خلاص عبود عبود بس أنا ما حصلت على جبني مثل ما أنت عم تحصل أخي استفيد لا أخي كذب كذب عم بتدلل عم بتدلل على حساب أبيحيا والمشكلة أنه وين هو هاد أبيحيا عرفت علي كيف يعني بارك يسألك طب ما خطر لك شي مرة يسألك ما خطر لك شي مرة يسألك صار له كيف هو يحيا بارك إنه أبيحيا منه متزوج بس إنه هيك أنا طبع إنه بينادوله أبيحيا كمان ممكن فتابع تابع أخي تابع فهي كمان إذا الشخص ما هاد السؤالي العلاقة بفيلم سور إذا الشخص ما استحوذ على جسمك ليوم كامل يعني الشخص صار أنت ليوم كامل شو النصائح اللي بتعطي إياه والله في كتالوك طويل عريض لازم يشوفه يعني على طريقة الاستخدام يعني نيو يوزر بي كيرفول أيوة لازم كتير كتير ينتبه على أول شيء يعني طبعا بعد طبعا فيكم انت باركولي أنا الأسبوع الماضي وصلت لوزن الجسد المثالي اللي أنا لازم يكون وزنيا بس بدي ينتبه لي على أنه ما يفوت لي سموم وزبائل على جسمي لأنه كتير تعبت بالتنظيف يعني هيك كتير زبطوا كتير كتافين بنوا وصاروا حلوين وبلشوا يطلعوا سيكس بوكس أنا عندي إياهم بس عمرهم واحدة بدل ستة يعني ما عندي مشكلة يعني فيل فري to be crazy as far as you can يعني أوكي طيب أنا بالنسبة لي يعني ما بظن بقول له إنه يكون أو يعمل شيء بالتحديد بطريقة محددة يعني رح رح حب إنه مثل الفيلم سول إنه شوف شو حدا غيري عنده عقلية مختلفة رح يعمل بالجسد تبعي أو بال عرفت عليه كيف بركي كانت بنت هي اللي استحوذت على جسمك يعني هاي الفكرة إنه حدا مختلف عني تماما يعني فإنه كيف رح يتصرف لو كان أنا بالمواقف اللي بمر فيه عمليا مثل الفيلم تبع سول لما بشهد الحلاق لما القطة أخدت مكانه فكان كتير حلو بس إنه يعني أول شي بس نصائح عامة يعني بشكل عام أول شي لا تنسى النظارات صار اللي سنين متعود عليهم لدرجة إنه عشر دقائية بدونهم عشر دقائية بدونهم إبراهيم بصير صدع بصيبك حوال بصيبك حوال يعني ألاقي طريقة لأنه يعني في شغلة صار بدي أعملها صار لأشهر بدي أعملها طبعا أنا بكره الفيسبوك بشكل مطبيعي بس إنه يعني الرفقاتي والناس اللي أنا بحبهم عملياً كلهم على الفيسبوك فإنه صار لي فترة طبعاً إنه فوت على الفيسبوك وإنه نظم نظم القائمة طبعاً إنه إلي إلى آخر بحيث إنه ما يطلع لي غير للأشخاص اللي أنا بدي يطلع لي شي منهم يعني يعني آكل هم هي المهمة عارفة أنا راح تاخد ساعات وساعات عم دايماً عم أجلة يعني بظن هاي اللي راح أعمله عملياً إنه راح أطلب منه أنه يعمل كل الأمور يلي أنا أم أجلة وأنا ما بدي أعمله ندخين عينك بس عزل لي هم نفقات اللي أنا بدي أعمل وعزل لي هم السابين خليني أخد استراحي زبط لي الفيسبوك كمان في كم شغلي هيك بالبيت بدهم تضبيط وعم أجلهم صلي فترة وإنه يروح يعمل فحص صحة كامل يعني يروح يعمل كل الفحوص يعني لأنه هاي الأساس أنا ما جاي عبالي فهيك هيك تدعمنا على مستوى الخمسة دولار أو أكتر على الباتريون راح يكون بإمكانك إنك تشارك معنا بهاي الفقرة من خلال إنك تبعت لنا أي شي بالدكية سواء مشاركة أو تعليق أو حتى أي سؤال بيخترع بالك ولو الأشخاص يعني ما بيعرفوا الباتريون هو موقع بيسمح لك إنك تدعم صانع المحتوي اللي أنت بتحبه بأي مبلغ مالي أنت بتحدده وبالمقابل راح يكون في ميزات بالنسبة إنها راح يكون فيه نسخة من كتاب ما ليس أصل كل الشرور كرسات خاصة بالباتريون المشاركة بالفقرة الخاصة بالباتريون اللي هي راح نحكي عنا هلا وعدة ميزات تانية لهيك بشجعكم على الأقل تطلعوا على صفحة الباتريون الخاصة فينا وتشوفوا كل الميزات وبإمكانكم تلاقوا الرابط بالوصف تحت مع رابط خاص للأشخاص اللي موجودين بسوريا وحابين يعرفوا كيف ممكن يدعمونا ومثل ما قلت بالبداية هاد الأسبوع في شخص جديد عم يدعمنا على الباتريون هو خلدون شكراً كتير لخلدون كتير بنقدر لك الدعم ورهف ووفاء وربا بعطونا أسئلة حتى نجاوب عليهم جاهز بره؟ يلا سوء أخي طيب رهف بتقول هل أنتوا بتحسوا حالكم أشخاص مناح؟ ما بارف ليش حسيتوا مسبق أول شي هذا السؤال انه انه شو عم بتحاولي تحكي رهف يعني هل أنتوا بتحسوا حالكم الأشخاص مناح؟ يعني الصفاتي اللي عندكم إذا كانت عند حدا تاني فهل هي منيحة؟ يمكن جواب A الناس بيشوفوه انه مثل ما تداح حاله بس أنا بشوف انه لازم نعرف حالنا ونعرف نحنا شو لحتى نغير الشي الغلط فشو رأيكم؟ فشو براهيم انت منيح ولا ممنيح؟ شوف هشام أنا بعد يعني التجارب اللي عشتها والتجارب المريرة اللي عشتها والدعك ويمكن ترباية البيت يعني جو البيت عنا سواء من أبي وأمي يعني فكتير نحنا في عنا هيك مبدأ محاسبة الذاتي أو بالأحرى مبدأ انه ما تتصرف تصرف قبل ما تشوف شو ينعكس على الآخر فعني يعني هذا صمام أمان خلينا نقول عرفت كيف مثلا أنا بحياتي ما أزيت حدا بحياتي ما جرحت حدا بحياتي ما تقصدت اني أنا كون لئيم بدون سبب أو بالأحرى يعني لئيم لمجرد كبسة ذر يلا خلاص صار لئيم أو مثلا كبسة ذر صار أنه حدا كتير عم يئسه يعني أنا مثلا كتير بعتبر أو بالأحرى بشوف أنه أنا بعطي فرصة اثنين ثلاثة لبعدين لما تصور الفرصة الرابعة ما بعد الأخيرة يعني بعض الأخيرة يعني بعض التنبيهات الأخيرة أنه خطص زر انفجار لازم ينكبس يعني فإذا العالم بده تشوفني أنه أنا سيئ بهيك فأنا بقللهم أنه معلش أنه رجعس على الحالة شو الشيري خلاني أنا أكون هيك جوابا على سؤال رهف أنا بشوفها لكتير حدا منيح كتير بفكر بغيري قبل ما أعمل أي شيء وحدة كتير بعطي كتير بعطي أنا لكن مشكلتنا أنه العالم صايرة ما عم تعرف تميز بين الحدة اللي عن جد حقيقي والحدة اللي عن جد هيك عم يعطي من قلبه أو بالأحرى الحدة اللي ما له أي أجندات ثانية خلينا نقول و بس أنه عم يعطي لأنه هو حدا بحب يعطي العالم عم تفرقت بين هذا الحدا والحدة اللي عم يعطي لمصلحه يعني على الأقل أنا حدا أنا حدا مصلحجي ولكن مصلحتي نبيلة فأنا بتخيل أنه أنا حدا كتير يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت لو نص العالم في عندهم ربع اللي أنا اللي موجود فيه العالم يمكن العالم يمكن تشوفها نكبر رأس أو أف أف أطول بالك أف أف لشوية نكبر رأسك بصراحة إيه أنا وصلت لمرحلة أنا لما لما أنا عم كون منيح زيادة عن اللزوم أو لحالة ما عم كون منيح مع ناس وما عم تعاملني بالمثل فأنا بدي شوف أنه أنا في عندي قيمة كتير مضافة زيادة أنا لازم أحميها وافتخر فيها كمان فرهف أنا بحب حالي إيه أي جواب أنا بالنسبة لي كمان أنه أكيد أنا منيح يعني حدا عصامي عنده طعاطف منه عصبي أبدا حدا كتير لما يصير مشكلة أو شيء أنه بقدر أن يكون ثابت بقدر أن يكون هادي وسيم وللأشخاص اللي عجبون الكلام وللأشخاص اللي عجبون الكلام رقمي 09015 هاي البرسونال آد معلم تعرف هاي تبعا الديتينج برسونال آد نا شو هاي طبعا لما تفوت أنه في هاي الموقع الديتينج تبعا أنه تحط تعمل بروفايل إليك تكتوب فيه مواصفاتك لي وين هاي ما بعرفه اللي عليه بس بالأفلام بالثقافة الأجنبية تعمل بروفايل فحسيت حالنا احنا عم نعمل هيك فشكرا على السؤال رهف وإذا كان في هيك قصد مبطل إليك كاش فينك نحن فحكي لا تخافي لا تخافي نتفاهم بعدين وفا بتقول أحيانا بتحس أو بتسأل أحيانا بتحس حالك بحاجة لحد ملهم أو حدا يفتح عينك عشي جديد أو خليك تطلع على الأمور من زاوية تاني وبحال أنت فعلا حاولت كتير تلاقي هالحدا وما لقيته شو بتساوي طيب رح جابع الشقة الأول من السؤال أنا عفكرا جاوبته بالأسئلة لما أنت عندك فيلم أو قصة أو شيء أنت بتقرأ لما تكون كذا أنا عندي هدول ثلاث أشخاص هنعن جد منهمين وكتير بحس أنا في شيء من شخصيتي أو هيك من هيك طبع بدون ما أحس يعني بحس حالي كتير أنا عم أطبع بشخصية وصحي أنا ما بوصل إلى مستوى بس يعني الأسلوب اللي هو بناقش فيه والأسلوب اللي بيبني فيه الحقائق تبعه والأحرار اللي بيسهل فيه هي الأمور يعني كتير كتير بحبه في حال ما نوجد هذا الشيء بصراحة ولا مرة وصلت إلى مرحلة أنه أنا ما نوجد بس لكن أنا بتخيل أنه إذا في حال أنا كان ما عندي لحدا ملهم ففي عندي أنا مجموعة أصدقاء يعني لما بيكونوا مثلا بيسألوني على أشياء أو مثلا بيتناقش معهم بأشياء على مستوى فيلم على مستوى يعني شيء أنا عم حسه أو هيك أو بالأحرار مجرد أنا عم شارك شيء من المعرفة اللي أنا قدرت كونا يعني هذا بحد ذاته أنه يعني بفضل أنه أنا كون الملهم بالنسبة لحدا هذا بيعوض عن عدم وجود حدا ملهم بالنسبة لي أو بالأحرار لبين ما يطلع لي حدا جديدين حسنا بظن أنا بالنسبة لي جواب على هذا السؤال أنه يعني نحن بالعصر اللي موجودين فيه صار كتير هاد الشي سهل بس أنه نحط ببعالنا أنه مو شرط يكون هاد الحدا هو حدا قدامنا أو حدا أنه من معارفنا ممكن يكون هاد الحدا حدا أونلاين يعني مثل ما كنتت عم تقول أنه نيل هو عمليا حدا من الملهمين تبعك أنه هاد حدا يعني بعمرك ممكن ما تلتقي فيه بس أنه هو ملهم لإلك أونلاين عمليا وفيك تطلع عليه أونلاين حتى فكرة طبعا أنه الإنسان هو حصلت أكثر أشخاص بيتعامل معهم أنه مو شرط يكونوا حتى أشخاص حقيقيين أو أشخاص رفقاتك والآخر هي يعني ممكن يكونوا هدو الأكثر أشخاص أنت عم تتعرض للمحتوي اللي هن عم يعملوه أو للشي اللي هن عم يحطوه فصار أنه كتير سهل أنك تلاقي حدا ملهم بالنسبة لك إذا فهمت عني شو قصدي؟ إذا رحت على فكرة أنه مو شرط يكون حدا حقيقي قدامي؟ بالنهاية هن ناس حقيقيين ولكن يعني هل ما رح نعض نغص بالطريقة ما رح نعض نغص بالطريقة اللي عم نتواصل أو اللي عم يأسهم فينا فيها تماما بالضبط يعني ممكن يكون الحدا الملهم حدا ميت ممكن يكون أيمشتاين ملهم لكتير ناس هل هذا بيفقد من كونه ملهم؟ أكيد لا فأظن بس أنت بهذا الشي اللي بحاجة أنك تعمليه أنه ما تستني حتى تتعرفي على هذا الشخص بالحياة الحقيقية عمليا بحاسي عنه عن النات يعني ممكن تلاقي كتير أشخاص جدا جدا ملهمين وعم يعملوا أمور كتير رعام آخر سؤال ربا بتقول بعد كل الظروف اللي عشت فيها شو أهم نصيحة ممكن تعطيها لحد غالي عليك؟ لا تضلق قاعد بالبلد بصراحة وبكل اختصار البيئة والمكان صار كتير سام عرفت كيف فسافر من جد سافر سافر وطلع ثقافات تانية يعني أنا على مستوى سودان ثقافة مرعبة انضافة ثقافتي فمبلغ إذا أنا طلعت على شيء على شيء غير على غير إديولوجيا مختلفة تماما يعني فسافر سافر أخي السفر حال وهشام ولا أنه أنا سوداوي بس عن جد؟ لا لا طبيعي إبراهيم يعني بالعكس يعني هاي واحدة من الأمور اللي أنا بحب البودكاست يعني نحن نحن بشر بالنهاية وكتير أمور يعني حتى نوضح لأشخاص أكتر كتير أمور بتصير معنا بحياتنا اليومية ما فينا نتجاهله ما فينا نقول يلا نحن رح نكون بالبودكاست خلينا نكون أشخاص غير ما نحن حاسين أنت هلأ عم بيصير معك ظروف بحياتك أي عم تخليك تركز على هذا الموضوع أكتر من الأيام الثانية وبهالأسبوعين فطبيعي أنه يكون الموضوع شاغلك وطبيعي أنك تحكي بهذه العفوية وبهذه الصدق طبعا وغير هيك أنا ما أبقى حتى غير هيك هشام حتى غير هيك يعني من فترة أنا عم تعرف عصوبية كانت هي عازفت كمانجة بالمهد العالي الموسيقى بتفاجأ أنه هي خرجت صيدلة طيب أوكي قارت لي أنه أنا سافرت عم عمل ماستر بآلتي بالآلة اللي هي بلاسوفية أنه أوكي قارت لي أنه كثير على منطقتني أنه أنت تركتي الصيدلة وتركتي كذا وأنه روح يكفي ماستر بالصيدلة تبعك ويا الله قارت لي بس يعني يعني ما رح أوصل لشي يعني أنه كفيت ماستر وبعدين شو شو أقصى شيء ممكن أنا أعمله يعني فالسفر والسفر أنا بظن جوابي على هذا الموضوع أنه ببساطة كون شرس أكتر بالأشي اللي أنت بدك إياها أو بالأحرى كون جريء أكتر بالمطالبة بالأمور اللي بدك إياها كون وقح بمطالبك الشخصية عمليا بالأمور اللي أنت بدك إياها ما تخلي رغبات الآخرين أو أفكار الآخرين توقفك يعني عن الشي اللي أنت بدك إياها طيب شكرا لكل اللي دعمونا شكرا لكل الأسئلة اللي بعتون إياها وشكرا لك إبراهيم لو وجدك معي بالبودكاست اليوم وعلى غير العادة هاي المرة مبساطة أكتر شوين معاك ومجتمع كريتكل توك شكرا لكم لأنكم خصصوا الوقت للاستماع على البودكاست ولا تنسوا تعملوا اشتراك للبودكاست على تطبيق البودكاست المفضل عندكم وكمان كتير بتساعدونا إذا بتكوننا تقييم على أبل بودكاست على موقع البودكاست العربي على فكرة كل مرة بقراه بقول إنه هاي الجملة فيها بودكاستات كتير وبيقول بدي غيرها بس ما بغيرها وإذا حابين تتواصلوا أكتر معنا وتشاركونا بالنقاش ففيكم تنضموا لمجموعة كريتكل توك على تليجرام وكمان فيكم تتابعونا على مواقع السوشال ميديا اللي بتعرفوها وأخيرا مجموعة الكريتكل توك على تليجرام موجود الرابط تبعها بالوصف أنا بتفاجأ إنه في كتير على محافظين هاي التامة اللي نحنا بنقول آخر شي اللي هشام ينهي فيها وما بيعرفوا إنه يعني إنه بسألوني إنه طب وين الجروب تبعكم بالله طب إنه بس بس تبتح الوصف موجود وكل موجود يعني وأوكي نحنا في عنا مجموعة تليجرام ومنتواصل فيها مع الناس يعني إنه نفتح مجال أكتر إنه تكون ناس قريبة مننا يعني خلينا نعرفكم أكتر في حال كنتوا عم تحبونا وأخيرا إذا فعلا حابين تدعمونا وتدعموا الشي اللي عم نعمله فهي كنت عملوا هادو شي من خلال الباتريون وفي كتير ميزات وأمور رح تحصل عليها مقابل هذا الدعم وأكيد كل شي روابط للأمور اللي ذكرتها ووجودة بالوصف تحت بالنهاية بتمنى فعلا أن تكونوا استمتعتوا بالبودكاست وحصلتوا منها عفايدة بالتوفيق للجميع مواي